موجز الأخبار من قناة عذن الفضائي أهلا بكم باركة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية توقيع على اتفاق إيذاع المملكة العربية السعودية مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن عظيم الشكر والعرفان والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذين ضرب مثلا في التضامن والدعم للشعب اليمني وصولا إلى التوقيع على تيسير الوديعة الكريمة للبنك المركزي وأثنى الرئيس على كافة الجهود المشتركة من الجانبين اليمني والسعودية التي أثمرت هذا الاتفاق الهام لدعم الاقتصاد اليمني والسكرار العملة الوطنية التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الموقتة عدن رئيس هيئة التهشاور والمصالحة ونوابه وطلع الرئيس الوزراء من رئاسة الهيئة على جهود الهيئة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي وترتيبات عقد الشماعي العام الحضوري في العاصمة الموقتة عدن وتطرق اللقاء إلى آليات التكامل وتنصيق ودعم جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع ومعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني ولفت الدكتور معين عبد الملك للدور الهام المعول على هيئة التشاور والمصالحة في توحيد المكونات الوطنية للاتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحثي كما تطرق إلى المسجدات وأولويات الحكومة لتعامل معها ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي بما يساهم في تخفيف معاناة المواطنين بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة البريطانية لندن مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد العلاقات أثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات في اليمن وجهود تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب الحثي كما جرى بحث التطورات الإكليمية والدولية ونعكاساتها على الملف اليمني والحرب التي تشنها ميليشي الحوثي وتداعياتها على الوضع الإنساني أو الاقتصادي وتطرق اللقاء إلى الدور الإيراني التخريبي في اليمن وسعي ميليشي الحوثي لتطبيق النموذج الإيراني بما في ذلك سوء معاملة النساء وفرض القيود عليهم وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية في هذا الإطار ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن الحوشوي ورئيس المحكمة العليا دكتور علي الأعوش مع وزير الدولة محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس سبو التعزيز وتطوير عمل سلطة القضائية في المحافظة وتطرق اللقاء إلى جملة من المقترحات والآليات والخطط للإسهام في تكامل العمل وجودة التعامل مع مختلف القضايا وسبو المعالجة إشكالية مباني سلطات المحلية أو سلطات القضائية في مديريات عدن وأشاد الوزير لملس بجهود ودور مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وسلطة القضائية في إنفاذ سيادة القانون وكذلك العمل الدأوب والمتابعة المستمرة والحثيثة لسير العمل القضائي مؤكدا على أهمية عقد الاجتماعات لتدليل أي صعوبات قد تواجه عمل القضاء في عدن وقع وزيراء الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين والنفط والمعادن الدكتور سعد الشماسي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية والتنموية في محافظة حضر موت وتشمل العقود التي حضرت توقيعها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عمراء عرمان ومحافظ حضر موت مبخوط مبارك بن ماضي إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ 150 ميجا وإنشاء مصفات للنفط والخام الخام بطاقة تبلغ 25 ألف برميل يوميا وخزانات ومنطقة حرة وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة وعقب التوقيع أشاد وزيراء النفط والكهرباء ومحافظ حضر موت بدور دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وكذا جهودها الإغاثية انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة